المعركة الانتخابية للسيطرة على البرلمان الفرنسي حامية لبل تعد قضية مصيرية بالنسبة إلى الأحزاب الفرنسية والتي باتت محصورة بين جبهة أقسى اليمين وجبهة يسرية مستجدة نظرا إلى خطر تصاعد شعبية التجمع الوطني صاحب الانتصار الكبير في الانتخابات الأوروبية التحالفات هي الطريق الصعب الذي سيحدد هوية البرلمان الجديد ودوره وباتت ملامحها شبهة واضحة فليصار في أعلى درجات الاستنفار بينما أقسى اليمين يستقطب اليمين التقليدي وأطرافا مثل المتطرف إيريك زيمور رغم ذلك هناك تشققات لدى الطرفين تتمثل في خلافات وتباينات حول نسب الترشيحات وحصة كل طرف وبنود خلافية في البرامج السياسية في الثلاثين من الشهر الجاري سيتنافس المرشحون على خمسمائة وسبعة وسبعين مقعدا حيث تعطي استطلاعات الرأي حزب التجمع الوطني نحو ثلاثين في المئة من نيات التصويت تليها الجبهة الشعبية اليسرية بنحو ثمانية وعشرين في المئة عادة ما تخطئ الاستطلاعات ولسيما أن الواقع يفتح الباب على احتمالات تغير موازين القوى فمعسكر الرئيس مكرو مضطرب ومصدوم وقد تذهب فئة من بيته الانتخابي لمصلحة اليسار بينما بات خطر اقتراب حكم اليمين يحرض فئات كبيرة للمشاركة في حائط الصد على سبيل المثال انضم لعب كرة قدم من المؤثرين في الرأي العام مثل مبابي وتورام إلى دعوة مواجهة التشدد بعد مواقف مماثلة لشخصيات سياسية وفنية تسببت مقامرة ايمانويل ماكرون في ظل مساعيه لتعديل هزيمة الانتخابات الأوروبية في حالة من عدم اليقين فالوقت المتاح للإعداد للمعركة ضيق ولا يناسب على ما يبدو إلا أقسى اليمين الواثق من قاعدته الانتخابية المتحصلة من نتائج الانتخابات الأوروبية